قبل كم شهر جربنا اللعبة اسمها دينيزن وهذه اللعبة فكرتها الاساسية انك تعيش الحياة الواقعية لكن داخل اللعبة بحيث انك تبتري ما عندك فلوس وتحاول انك تشتغل وتجمع لك فلوس تشتري لك بيوت تشتري لك سيارات تشتري ملابس وتعيش الحياة الواقعية اللي تعيشها في حياتك الطبيعية هذه يوم جرى ان اللعبة كانت نسخة تجريبية والحين نزت اللعبة الكاملة يا جماعة فلهذا راح نجرب ان شاء الله اللعبة ونشوف مع بعض هل راح تعجبنا وننزل من حلقات اخرى ولا لا فلهذا لا تسذر اللايك اشترك معنا في القناة وتفعيني اشتروا التنبيهات ولا تسذروا بعد نحن نوفي نوصل الى 21 مليون مشترك فاشترك معنا في القناة ما باقي شيء نوصل ونشتركنا عن كل اصحابك وفي كل مكان اما الان فخلنا نروح جماعة النيو جيم داخل اللعبة فكبداية يبوا ننسوي الشخصية حقتنا يلا خلنا نختار هذا على طول اه توقع اللون اللون ممتاز ممشكلة الشعر يلا الشعر هذا بعزين اه نختار الالوان اه اسود اتوقع يبوا خلي باللون الاسود بالطريقة هذي وطبعا اتوقع ودي نختار الاسم فانا نحط اسمنا على طول سيد فراح يكون اسمي الاخر اللعبة سيد وراح نبتريه جماعة فهذا البداية حقت اللعبة طبعا اكيد فيها اختلافات الحين اللعبة فهذا طبعا بيتي الجديد المفروض من اوائل الشيء لانا محتاج ان انا اسويهم بحتاج الى اثاث للبيت الخاص فينا فنقدر نحن نضغط اي المفروض من انا معاي اثاث فعليا خاصة للبيت من البداية العاطينية عشان يعلموني كيف فنقدر اسوي الاشياء هذه فلو حابين نغير نقدر نغير تمام فهذا السرير حقنا فالسرير حقنا طبعا راح نجيبه ونخليه توقع افضل منطقة راح تكون خلنا نقربها هني من الجدار عشان يكون في منطقة تقريبا واسع عدنا هني لو حابين نحن نغير ملابسنا نضغط اي بعد دقيقة عشان لو حابين ناخد شي ونخليها في هذه المنطقة مثلاً هنا ايضاً هنا اتوقع ونقدر ان احنا نجي ونشغلها تراك تحكم وحركات ترانا نشوف الوضع جداً ممتاز خلنا بس ناخذ هذا دقيقة خلنا اخذها انا اعتقدنا عندي مننا اثنين فلهذا رح اخذ واحد واخليه تقريباً في هذه الجهة وراح اخذ الثاني واجيبها على طول في هذه الجهة شي اخر طبعاً في هذا المكان دولاب حقنا فنقدر ان احنا نغير ملابسه اللي أحبينه فراح أضغط على طول ونشوف مع بعض طبعا هنا ملابس حقيقة أنا حالي لابس هذا نقدر نحن نلبس مثلا بطريقة بس ما ينفع نقدر نلبس مثلا هذا لو حبينا نعمل مثلا الجو بارد بس احنا حين خلنا بالملابس العادية وفي المستقبل اكيد راح نشترى ان شاء الله ملابس خلنا البس كاب بما انا نلابس كاب بالحين نظارة ما نحتاج اوكي ما نحتاج بعد عدنا حذاءين فراح نلبس اكيد راح نلبس هذا خلاص خلصنا من الدولات بطريقة هذي شيء آخر يا جماعة موجود عندنا طبعا احنا عندنا اشياء موجودة هني صبغ له حبينا صبغ المكان واقدر بعد ان انا اغير البلاط الخاص بالبيت وفي عندنا المفروض هذي الاشياء نقدر اللي هو ببساطة خزنات نقدر نخزن فيهم لغراط حقتنا فمثلا خلنا الثلاجة بعد نقدر نحط فيها ايه حتى الثلاجة داخلها اكل حلو وكيد يعني بس يعني عطوني اكل من بداية قصدي هكي بحقت اكل يعني فما على ان احنا خلنا بس نجي هني ونبتري اوه كرسي عندي خلنا نبتري احط بعض الاشياء خلنحط الاشياء اللي موجودة عندنا مممكن ما نحتاج لاصباغ وغيرها الاشياء هذه ما نحتاجها في كرسي هذا كرسي راح استعمله وين بالضبط خلنحاول نركزه جماعة احتقل الكرسي كان المفروض لهني بس انا حطيت هذي في مكان لها انا شوف ما في مكان لها فبنخل الكرسي تالي لو حبينا نحن نستعمل راح نستعمل ان شاء الله خلنحطها بهني حط هذا بعد وحط الدخان اللي يكرمكم ونحطه بعد داخل امورنا تمام اتوقع ان امورنا تمام هذا اللي يكرم لكم حمامنا لو حبينا ان احنا مثلا ندخل الحمام اشياء مثل هذه لو تلاحظون ايضا على اليسار فوق عندنا الاشياء اللي موجودة الطاقة الاكل الشرب الاستحمام والحمام تمام والفلوس حقتنا فلوسنا حاليا 24 دولار فخلصت الاشياء الاساسية حاليا احنا ساكنين في الشقة اش طايرة هني عسى ما شر والله جاري يبيه لي رتب شوي حياته اش مستوي في حياتك انت فشي اخر ايضا موجود عدنا اذا ضغطنا به عدنا الجوال الخاص فينا فنقدر نضغط ونشوف الجوال حقنا وش موجود فيه هاي البعض الاشياء منها رسائل اتوقع ممكن يجينا بعض الرسائل فهذا شخص اسم اوستن انزين المفروض ان اذا حبيت ان انا احصل وظيفة اضافية اروح له في نفس الوقت ايضا في الجوال الحقنا نقدر نضغط هني جوبز وفي وظائف موجودة اقدر اكون طبعا طباخ بيتزا وانتو عارفين احنا اشتغلنا الوظيفة هذي في السابق اقدر اكون حق رافعات واقدر اكون ايضا اللي هو نادل خلنا نقول يعني الاشياء هذي اللي موجودة حاليا كبداية في عندنا هني نحن نشتري بيوت في مجموعة من البيوت وحنا حاليا بيتنا طبعا هو اقل شي اعتبرنا عما فهذا هو البيت الخاص فينا في الوقت الحالي نقدر ندفع الفواتير اللي علينا هني طبعا السوشال ميديا نقدر نحن نتعرف على ناس وما شابه وني الانترنت تتوقع نقدر نحن ندخل الشوب وغيره ونبحث عن بعض الاشياء هني لو حاببنا مثلا ألعب اللعبة هذي وحصل الفلوسة واخسر عندنا الآلة الحاسبة الطاقس وايضا السيتنغز الخاصة بالجوال الخاص فينا فهذا جوالنا في الوقت الحالي خلن نطلع بس بره المدينة اه بره المدينة خصد يعني بره للمدينة خلن نطلع فخلن نضغط طبعا اللعبة حياة واقعية فانت حن قاعد تعيش حياتك الواقعية لو تلاحظون فننتظر نفس الحقيقة انتظر على طور طور اوكي شفي هذا المكان والله خربا والله المكان يبيه لشغل والله مكان تعبان ما كان بالطريقة هذي في الديمو ننزلين خلنا حين نروح للطابق الأول وننزل على طول احنا كنا في الطابق الخامس لما خافظني وبننزل حين للطابق الأول خلنشوف مع بعض اللعبة تغيرت وقع لبقى كي تغيرت نزلنا على طول تحت والله المكان اللي ساكنين فيه تعبان المهم افتح على طول وخلنا نطلع مباشرة للمدينة فطلعنا على طول بسم الله الرحمن الرحيم لعبة تغيرت انازل اخوان نزل سيارتي هذي هذي سيارتي ايوه اي راديو حركات طف الراديو بس دقيقة كيف اطلع دير شغل الاضاء كيف اطلع من هذا اوكي طلعت بطريقة حرف الام نفتح الخريطة واحنا في الوقت الحالي موجوديني طبعا لما لعبنا الديمو كان فقط هذي المنطقة مفتوحة الحين خريطة كاملة وفي داون تاون هناك فيعني نقدر نقول ان نعدنا خريطة كبيرة وبعد نتذكروا جماعة ان احنا توظفنا في المكان دقيقة وين الحين توظفنا عن المرة اللي طافت والله مدينة تعبانة في الاماكن كرة تغيرت تغير بكل شيء تقريبا نحنا توظفنا في محل البيتزا هذي لو حابنا توظف معاهم اتوقع ان هذا الشيء صح ان نحنا توظف وظيفة وظيفة لين نجمع فلوس ونشوف كيف الوضع رح يكون عندنا فكبداية طبعا هذا مكان للوظيفة حقتنا نشتغل ولا نبحث اول في المدينة خلنا واش نشوف المدينة واش تالفتها تالي رح نروح ندخل نشتغل شوي نسوي لهم بيتزا وحركات اني ما يفتح هذا مكان بدخلت جماعة هذا المكان اتوقع ان هذا أوستن بس انا ما بحي ناخذ من عند المهمة خلي على جنب بنحاول نتفهم معاه المرة الجاية طلعنا على طول في عندنا هذا اي صيدلية المفروض هذا المكان قبل شوي ورون اوك هذا مغلق هذا اتوقع ان اقدر اشتريه صاح اقدر اتأجره وافتح لي مشروع في هذا المكان فاذا احبتني ان اتأجر اقدر اتأجره من الجوال الحقي فا وين عاد الله اعلم اتوقع ان احنا ممكن من هنا المفروض لا مو من هنا اه دقيقة في خانة جديدة هني هذا الخانة اوك اقدر ان اتأجر مثلا المكان هذا بسعر 150 دولار في اليوم الواحد وافتح لي سوبر ماركت بس تفلوس اللي معايا حين تقريبا بس 24 دولار فانا تقريبا ما اجرى سوي ولا شي في الحالة هذه فافضل خيار ممكن انك تسوي شنو افضل خيار ممكن انك تسوي تروح تشتغل على طول هناك في اسرع وقت ممكن وتجمع لك شوية فلوس وعدنا هذا المحل هذا المحل تتوقع محل الاشياء المستعملة ممكن لا هذا المكان اشتري مننا اشياء اوكي بس لان المكان متواضع فتجير اشتري مننا فقط الاشياء هذي تجير اشتري هذي لبعد عشان لو حاب انك يعني تنسرك يعني احنا الحين ما راح نسرك طبعا الحين راح نسوي راح نروح على طول لمحل البيتزا وبنحاول نشتغل شوي ونجمع لنا حبتين فلوس نضبط فيهم الامور يعني فليهذا نجع اطول لي محل لا لازم اول شي اطلب الوظيفة فنجي للجوبز انجي نيم فيتزا ونوافق على الوظيفة وقول لي اقدر انخل تكفى قول لي اقدر انخل دقيقة بس بسم الله لازم هم يوافقون علي حين فرح تصير في رسالة وراح يجين الرد ان شاء الله The station ايوه ممكن اكون هني في محل عصائرة جماعة اشتغل اني يعني انا اللي يعطيهم يعني عصائر حقتهم واني الله يكرمكم حمام فانا انا مو مهم يعني بالنسبة لهذا خلنا حين نطلع نبي رسالة حين جينا ان يوافقون علينا في الوظيفة هذه عشان نشتغل اما المكان اللي هني فهو عبارة عن بيت الهوملس معنا المفروض الهوملس ما عندهم بيت بس هذا بيتهم يعني فهني المنطقة الخاصة فيهم اوكي ساكنين هني كلهم فالمكان يطبخ سلام عليكم فالمكان يطبخون يضبطون امورهم ونايمين هني والله وضعهم صعب سلام عليكم مش فيك انت يا اخي المهم هذا مغلق اذكر زمان كان مفتوح ما عرفت توقع الابواب المغلقة هذي كلهم اذا كان معاي القطعة ذيك اقدر ان انا افتح الباب واقدر ان انا ااخذ الاشياء اللي موجودة داخل خلال صير خاصة فيني يعني ما في رسالة جتني رسالة سيد فاعتقل ان انا لازم اجيل الحين اروح لمحل لمنطقة الوظائف هني واختار الوقت اللي راح اشتغل فيه يا اشتغل نهار يا اشتغل في الليل فانا احين باشتغل الحين بمعنى انا موجودة احين في الوقت فا اخترت الوقت ما اجدر ادخل يا عمي اخترت الوقت بغير مثلا شفت الوقت ثاني وباشوف اذا يمديني ادخل يا اخي ما يدخلون يقول لك هذا مو وقت الوظيفة الحين شوفوا بعد اقدر اتمشى بين الاماكن اقدر افتش الله يكركم الزبايل لا ابي فلوس يا اخي ابي باشا تجيب فلوس اطلع الجوال حقي باقي شوي على الوظيفة ما يصير ادخل الحين خلاصة ما انتظر تقريبا بعد ساعة المفروض صار الوقت خلنا نجرب بسم الله بسم الله يا اخي متى الوظيفة باشتغل شوفوا منلي واضح انه مو من اليوم من اليوم اللي بعده فلهذا راح اختار الوقت الاول عشان اول ما نبتدل اليوم اللي بعده مباشرة ان اشتغل فانا شبسوي الحين بروح للبقالة بحاول اشتري من عنده الشي اللي يفتح الابواب وبنجرب ان احنا نفتح نكمباب ونشوف ذا ممكن نستفيد من الشي هذا ونبيع بعض الاغراض وين كان وين كان من اللي يبيع هذا لا مو هذا هذا السلام عليكم يا هذا هذا اللي يبيع هذا يبيع اتوقع ونشتري من عنده بعد فانا باجي الاحين بشتري من عنده هذا شنو بعد والله ما ادري هذا بدولارين فبشتري من عنده واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة خمسة بس يلا الحين اشتريت اوكي اشتري ناس بس واحد ما بواحد انا باكثر باكثر فاخر نحط واحد اثنين ثلاثة مثلا حلو حين اشتريتهم لازم اضغط مرتين شكرا يا طيب مع السلامة نشوفك على خير فاللي بسوي في الحالة هذه اني بحاول احين اروح بسرعة للمكان وين المكان المكان نفسه بحاول اروح وبشوف اذا يمدين ان انا اصرق المكان ولا لا فاخرنا نجي لهذا بسم الله اوكي اضغط اوكي بسيطة 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 اوكي هلو بسيطة يا جماعة كفوا علينا دخلنا داخل الحين ما دعنا في احد راح يدري فينا ولا اوكي بيبسي هات اللي بعدها ام ما في شي اهني خلنا نفتح الغرفة اللي بعدها ونفتش الاماكن حلو بعد مشروب ثاني هات هات ما في شي امباعه والله الاشياء اللي قيتها كل اشياء تنأكل والله شكل اخوان اول حلقة اشتغلت فيها حرامي يعني هذا اللي قاعد اشوفه صراحا والله اول حلقة حرامي حلقة جاي شكلنا حق البيتزا خلنا ننخل حين مبنى هذا المبنى هذا توقع انه في في ابواب ما تنفتح هذا اه ما نقدر مو كل ابواب تغير انك تسرقهم يعني هذا صراف آلي اوكي احنا ما اعلن من صراف الآلي اه سليدك ليش سيد اه لاني سارق اوكي اه سليدي من الجريمة اللي سويتها خلنا نطلع اذا ما خاب ظني المحل هذا حقي لهم لسبعة يمدين ان نحن يعني نسرقها اذا مدان اوكي لهذا ينفتح هذا هذا ما ينفتح خلنا نشوف الباب هذا اه ما في والله طلع الظاهر بس باب واحد وباب واحد بس الظاهر اللي نحن نقدر نحن الحين نسرقها او يمكن في ابواب انا ما اعرفهم فيعني حاول لازم امشي بين المدينة واكتشف لين القى ماكن يعني نقدر نحن نسرق منهم بشوف مرة ثانية يمديني مرة ثانية ايو والله يمديني اكثر من مرة خلنا نشوف المرة الثانية وش رح يطلع لنا بالضبط من المكان فاضغط اضغط خلنا نحاول بعد مرة ثانية بوم لس كو حلو بعد ما دخلنا داخل خلنا نفتش من جديد اوكي هذا اللي بعده ما في شيء والله الشيء ما تسوى يعني بشكل عام والله حس للشيء ما تسوى اللي قاعد عاصلهم ولا ولا حق الفلوس اللي دفعتهم فالمكان هذا تقريبا ما بما لأي فايلة ديك الفايلة الكبيرة فرى حتى الوقت يا جماعة ري اعتبر بطيء شوي في اللعبة يعني مو ذاك الوقت اللي بسرعة قاعد يمشي لا بطيء بطيء بزيادة فاليوم لحد الناحنا ما استكشفنا بالسيارة طبعا ما زال علينا اشياء كثيرة نقدر نحنا نسويها فالحين برجع عنا بجرب ارجع للبيت دقيقة شرايكم انجرب نطبخ نحنا اليوم حياة واقعية وحاب ان انا اكل طبعا في اشياء لازم نسويها محتاج ان انا اشرب و اكل و استحم و كل شيء كل شيء لازم نسويه فروح للطابق الخامس على طول اللعبة الطريقة هذي انت صاحي من النوم وتروح تعيش حياة سوء اللي تببيه مش طاية بسم الله الرحمة الرحمة يكون بعمل مكاننا مسكون ما اعرف عكيم ما يبدين ادخل البيوت الناس بس المفروض ان هذا بيتنا فاجينا على السريع اول شيء راح اسوي خلنا نفتش دقائك حط هذي لكلهم حين داخل اعتقدني بحتاج اشرب واحد منهم ثواني خلنا نجرب ان احنا نشرب مثلا هذا انا ما ادل هذا شنو بالضبط دايت كولا مكتوب اسمه فاستخدمنا على طول والمفروض ان انا ضبطت الشر حبة بسيطة خلنا ندخل الله يكرمكم الحمام فانا نقل الحمام على السريع بنخلص الامور هذي اتوقع اننا ما كدنا محتاجين بس مو مشكلة ونجرب بعد ان احنا نستحم فالحين بنستحم على السريع وبنخلص موضوع الاستحمام بعدها بشوف اذا يمدينا اطبخ بيكون شيء جدا حلو يا جماعة خلنا نجع على طول انا ما ادلوش الاشياء الموجورة معاي عدنا سوشي خلنا اخذ السوشي على طول ونروح للمايكرويف حقنا ونحط الاخر لاتس جو لاتس جو يا جماعة والحين بدأ يستوي السوشي حقنا ونطبخ اول طبخة عدنا في اللعبة طبعا انا كي في طبخات كثيرة ما اشام ممكن استعمله هني ما ادري فخلنا نجي المايكرويف اخذنا على طول الطبخة نقدر ان احنا نجلس نفتح الامفنتوري وناكل قسم بالله لعبة اسطورية يا جماعة بس يريدنا نحاول ان احنا نستكشف اكثر واكثر فيها فالحين بعد ما كملنا طبعا يومنا هذا نيجر ان احنا ننام ونروح لليوم اللي بعده اتوقع فنام حاليا والنوم نفسه هو التخزين انا اتوقع جماعة اللعبة راح نستمتع فيها بس اتوقع بعد فتر راح نشتغل وراح نسوي اشياء جدا كثيرة اليوم سراقنا بس المرة جاي ان شاء الله حنشتغل لك اشتراك تابع المقاطع هذه سلام